الجديد بس قبل ما نستقبل ضفنا طبعا العزيز جدا على قلبي خليني أقول لحضراتكم أنه كان فيه النهاردة اجتماع الاتحاد الكرة تاخد فيه بعض القرارات بناء على توصيات نيلو فينجادا المستشور الفني للاتحاد الاتحاد المصري لكرة القادة موافق برئاسة طبعا أحمد مجاهد رئيس اللجنة على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخبة الأولمبي المقبل لهم موليد 2001 هيكون معافل جهاز معتامة جمال مدرب عام مع وقل رياض مدرب ومعطر سليمان حراس مرمى وكمال عبد الواحد معد بدني كمان وافل الاتحاد على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرا فنيا لمنتخب الوطني النشئين دول موليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهامه تم ايضا اقرار او اتخاذ قرار بتعيين علاء عبد العزيز مديرا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرا للمنتخب الشباب موليد 2003 وأيمن زين طبيبا للمنتخب الأولمبي كمان قرر اتحاد اختيار وليد العطار المدير التنفيذي رئيسا لبعثة منتخب الوطني للكورنسايا تحت 20 سنة للكونغو لأداء مباراة العودة في تصفيات كاسة العالم دي قرارات اتحاد الكورنسايا اللي لسه طلعة طازة